أهلاً يا شباب، النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جداً في تعلم اللغة الإنجليزية وهو الفرق بين الأصوات المتحركة القصيرة والطويلة الصوت المتحرك يعني أي صوت بننطقه باستخدام الفم بشكل مفتوح زي أصوات الحروف المتحركة الأصوات المتحركة القصيرة الأصوات دي بننطقها بشكل سريع وقصير يعني بنقول الصوت بسرعة بدون ما نطول فيه أمثلة على الأصوات القصيرة لحظة في الكلمات دي الصوت المتحرك بيطلع سريع ومختصر الأصوات المتحركة الطويلة الأصوات الطويلة بتاخد وقت أطول في النطق وكأنك بتطول في الصوت شوية أمثلة على الأصوات الطويلة أه في كلمة كيك كعكة أه في كلمة تري شجرة لحظة أنك بتحس أنك بتطول في الصوت المتحرك لما تنطق الكلمات دي إزاي نميز بينهم؟ لما تسمع الكلمة لازم تحاول تفرق هل الصوت المتحرك جاية سريع ولا طويل؟ مثلاً في كلمة ست وسيت في الفرق ست الصوت قصير سيت الصوت طويل كل ما تسمع وتتمرن أكتر هتلاقي نفسك قادر تميز بين الصوتين بسهولة ليه الموضوع ده مهم؟ لأن نطق الأصوات المتحركة الصح بيفرق جداً في معنى الكلمات يعني لو نطقت الصوت بشكل غلط الكلمة كلها ممكن يتغير معناها زي ما قلنا شب سفينة وشيب خروف الفرق بينهم هو الصوت المتحرك الطويل والقصير ولو نطقتهم غلط الناس هتفهم حاجة تانية نصيحة أخيرة حاول دايماً تتمرن على الكلمات وتسمعهم من متحدثين أصليين علشان تتعود على الفرق في النطق